متميزة هي العلاقات التي تجمع بين مصر وجيبوتي وذلك على المستويات كافة وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورا في عهد الرئيس سيسي لسيما خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي عام 2019 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وجيبوتي تجمعهم علاقات استراتيجية ممتدة على الأصعدة كافة ومدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة ورحب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة بقصر الاتحادية بالرئيس الضيف في بلده الثاني مصر مشددا على أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرص في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدين واتفقنا على أهمية تعامل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة وأكدنا على ضرورة الدافع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني وتابعنا الجهود الرمية إلى تسير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاء عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشديد